في أمر قراءة سورة الفاتحة عند قبر الميت البعض يقول لك يعني هينتفع بقراءة القرآن ما ندعي له أحسن إيه ما قام يعني سورة الفاتحة لو هقارن بينها وبين الدعاء كل أمر من أمور الشرع له أهمية الدعاء له مجال الصلاة لها مجال قراءة القرآن لها مجال قراءة القرآن هي ذكر وهي دعاء وهي عبادة وهي فيها أسرار وفيها بركات وجمع ما بين الدعاء وما بين الأسرار والعبرة عند الفقهاء وعند العلماء حيث يجد الإنسان نفسه مع الله الله في إنسان بيلاقي نفسه في الدعاء فده نقول له اشتغل في الدعاء في إنسان بيلاقي نفسه في كراءة القرآن الكريم نقول له اقرأ قرآن كريم في إنسان يجد نفسه يعني عند ذكر الأحاديث الشريفة نقول له اشتغل بالأحاديث الكراءة القرآن اجتملت على كل الأمور ذكر ودعاء وقربة وتقرب إلى الله وترغيب من الشرع الشريف في مثل هذه الأمور